ما يزيلي يا أمم ترى السبت، سمت، ما حد يأكل السمت بالشوكة والسكين ما أدري القفشة شو سوي يا خالتي؟ ما عرفاك المهم إجراج الطباخي يهبل تسلم دينك شوفي إذا تبيلي علمك دعني معاي يومي بالمطبخ تتعلمين بسرعة لا لا يا خالتي، لا أنا بس عرفاك، ما عرف أطبخ يا أمم، ما يزيلي ترى لازم تتعلمين الطبخ ما عليك مش حق أتعلم، أنا شاي ما عرف أسوي الله يهدعت عالتيني بتقذرونها كل مطاعم مش حق مطاعم، الله يطوله بعمر أمي أمي ما ترضى أحد يدش المطبخ غيرها تموت على الطبخ عيسة أقول لها يا أمم، خنا يبلي تشيف من برة ما تبي بس إن شاء الله تزوجني أنا وعيسى بيبلي طبخ من الهند إن شاء الله يمار إذا يبنى طبخ بنخلي عند أمي نيقعد يومين يجاب لأمي بالمطبخ، أمي جاب لألين يتعلم المطبخ الكويتي سينا؟ لا والله، أي أعلم الهندي يمت وشينوش هل حجاز اللي تقوله؟ والله، فاضي أنا لك؟ يما ذكري الله أنا، شا قلت ما قلت شي قلت يتعلم منك شبه أقوم يسوي شاي يحسن لي أنا يه 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 سينة كلام، أنت تعلم من قبل غديماrof يا أخي ، هل رأيت هذا أولدي؟ رأيته شخصيًا أنا علمت كل شيء أم سنعة أنا لا أعرف أحد يدري علمت الطباخ علمت القزيل علمت الكوي علمت كل شيء كل شيء ما علمته ويهي خوش عين خالطت شدي عطيتيني واحد فل بشل خوش موصفات ما عطيتني لا والله لماذا قالوا له السيارة أهو؟ ها؟ في الطنجان أنت؟ ترى أولدي مع أرضاء أحد هنا ها؟ يما ذكروا الله شفيكم ما صار شي ترى لا إله إلا الله أنا ما قلت شي ولا أخالتي أنت بس تبين تسويين هلا شاكل ترى أنا قاعدت غشمر معاك لا يما ألف من ذجرة اسمع لي زين ترى منتقد أنت حسست أنا ما قلت شي أنا لما قلت تقالب أتقالب على أسال مصلحتكم ترى ها؟ والله والله يا أخالتي أنا وحدة تفهم وعاجل ومورة كبيرة أنا أهل أعرف مصلحتي عدل أقوم أسوي شاي أبرك والله ريلي يما ريلي شفت أمك شو شمر مرسي أبوي أنا أسف مش حقة ليش ليش كل شوي قطع علي حشوة وتبيني مرة ثانية أي يبقى ما بأي خلاص الشاي اللي تبتسويه شربه أنت ومك ما علي شمور مرة كبير مرسي ما علي شبنا لتحزي من كلامنا ما ألبي خلاص شربتني سمع الغدا أنا ليش يزعلون وهدوني يقومون أنا بروح عاري شكرا للمشاهدة